وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومة الأردنية إلى تقديم أي مساعدة طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في مختلف مناطق البلاد وأكدت بزارة الخارجية وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق مشددة على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وإدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنه هذا وشكر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي جلالة الملك على مبادرته وتثمين الدولة اللبنانية لمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب اللبناني وأمن بلاده واستقراره